يا شيخ الرجل ده عبقري إلى أبعد الحدود يعني إحنا شفنا دلوقتي ديالوج كامل من أول حاجات لطيفة ظريفة وبعد كده بيع العرقسوس وبعدين الشبان والبنات وتمان بعد شوية بيع العرقسوس حاب يستلطط بالزبط فراحت بنت البلد اللطيفة ظبطعت بالزبط من غير ولا كلبة يعني إحنا مسمعناش إحنا شفنا أداء لا دي عبقرية مذهلة جدا وهي دي وظيفة الرقس اللي هو يوصل الفكرة ويوصل المعلومة من غير ولا كلمة طبعا عندي سؤال عشان طبعا أنا ما هي ما فهمش في الحاجات دي حضراتكم هو ده اللي بتسمى رقس تعبيري يعني أنا بعبر عن شيء بمجرد الحركات والأداء لا هو الرقس التعبيري ده أنا مليش فيه يعني أنا لكن دوت بيعبر عن بيئة بيعبر عن حالة لكن الخطوات اللي موجودة خطوات رقس رقس لكن الرقس التعبيري ده أنا مش فهمه بأعباره عن إيه بالزبط لكن لكن ده بيعبر عن الحالة يعني دي ست فخان الخليلي ماشية بتشتري احتياجاتها وعايزة تشرب على الرسوس بدأ يعكسها وبعدين اتدلق كمال الرسوس على فستانها دلق على الملاية راحت فرشاله الملاية بعدين الرقس بتاعنا أصلا مفوش ملاية هي مسرحة حالة يعني هو مسرح الحالة ومسرح الرقس اللي في البيئة ومسرح الحالة اللي بيشوفها في الشارع أو في الحارة هي مسرحة واستعمال الملاية كمان يا إيناس ده تعبير حل وقوي مسرحة الحالة ان انا حولتها لشكل مسرحي ما راقس وراقس وبالضبط كده بدون كلام يعني من غير حوار الموسيقى والأداء والحركات هي اللي بترجملي اللي بيجر ووصلتلي رسالة جدا لازلت مصرع لان انا افهم السر ورا عشان واحدة بندردش حصل تغييرات مصار مذهلة عند دكتور إيناس يعني قلتيلي الكونسيرفاتور والبيانو وحاجات زي كده فخدت قرار ان انا هنضم الفرقة رضا وكمان هخش اكاديميات فنومس اخش مصرح احكيلي حدوتة دي كويس والنبي لانه دي حدوتة عجباني هي اكاديميات الفنون هي كل المعاهد دي في اكاديميات الفنون فانا بصراحة كنت عايزة اخش البالي وانا صغيرة فما دخلتش البالي ماما قالتلي لا هتخش الكونسيرفاتور مع اخوكي تعزيفي وكده وعذابته وانا بحب الرأس جميل فاول ما لقيت الاعلام بتاع فريدة فاهمي قلت الماما لا انا بابا على فكرة كاتب يعني شاعر وكاتب عبدالعيزة عبدالزاهر يعني ما رفضش الفكرة فكان ليه حظ يعني شابة حظ مدام فريدة كده ان يشجعوني يعني ما يقولوا ليش لا ما تروحيش وانتي بتعزيفيه ومالك ومالي الرأس وكلام ده فدخلت وطلعت الاولى في الاختبار بتاع مدام فريدة الاولى طلعت الاولى واخر اوبريت المحمود ريدا كنت انا البطلة كمان يعني بعد سنين طويلة من الدخول اخر حاجة كان وبنتك موجودة ده ماذا شاولتلي قلتلي بنتي اهي بمنتهى الفخر وانا انا اشاركك ده انا ليه كنت بسأل الحكاية دي على مسألة انه البني ادم لما بيحب حاجة هيعملها هيعملها وبعدين هو هيجري ورا حلمه وهيحق ذاته فهيبقى متحقق ودي حاجة مهمة جدا لانه وبرده احنا مش عايزين نخليها برده قاعدة بقى مسأل هنا شوية احنا عايزين نقوم ندردش زي ما احنا كنا عانين بندردش من شوية وبعدين انا عادت بقى ارغي معكو عادت احكلكو بقى على ما يعني ومشاكلي مع بنتي اللي بالله عيني فالمهم انا بنتي توقص بالي برده في الاوبرا بقى فالمهم انه البني ادم لما بيجري ورا الحلم بيحققوا بالضبط الفن مش رفاهية الفن مش طرف الفن شيء اساسي في حياتنا لازم يبقى موجود صح؟ اكيد اكيد تعالى بقى نتكلم في الكلام المكاعة بالحبتين والله بكلمك بجد هو ليه المدارس ما بتعلمش العيال كده وش احنا محتاجين ده مش عارب احنا برضو في مجتمع شرقي بس اه يعني انا نفسي يشوفه بره ايه اللي حصل يعني انا بسافر العالم كله انا وراست ده من مين بقى من استاذ محمد لانه اما طلع معاش انا كمان كملت معاه بره اما طلع وبقيت اساعده كنت المساعد بتاعه وبعدين بقيت اسافر يبعتني هو اماكن لغاية ما تعرفت المدارس دي بتعمل مدارس رأس بره صح؟ بدارسه في الكلور المصري بدارسه في الكلور المصري وفي مدارس معينة بالدارس حاجة اسمها ريدا ستايل ومدان فريدة ليها خطوات باسمها في الارجنتين وفي البرازيل وفي المكسيك انا عايز اقول لي حاجة كمان مهمة جدا انا لسه راجع من البرازيل من شهر الولاد عاملين تاتو محمود رضا وهو باللبس العرقسوس والبنات حطى فريدة فهمي الصورة الشهيرة بتاعت فريدة فهمي بالملاية مدارس رأس العالمية الولاد بقى بتقول حضرتك في المدارس هو الكلام ده الواحد يفرح بيه ولا يزعل يعني افرح ان احنا الفن بتاعنا والاسماء العظيمة بتاعتنا والمدارس بتاعتنا موجودة برا المدارس بتاعتنا يعني اللي احنا اختار عمه الفن ده احنا اختار عمه فتحول للناس بتدرسوا وبتعلموا وبيحطوا على درعاتهم ولا يزعل انه احنا مش واخدين حقنا كما يجب ايه زعل وفح المضحكات المبكيات اه بس يعني انا بالنسبالي يعني مكاني دلوقتي ان انا كمدير فرقة ردة مثلا حد جاب لي مرة حفلة وقال لي يا دي حفلة اصلها في الجامعة انا عايزاها حفلة الجامعة وعايزاها حفلة المدرسة المفروض نروح للحاجات دي بقولي لا اصل المكان بعيد اوه يا جماعة نروح الوحاج ده المطلوب بالعكس ده دورنا الاساسي دور وزارة الثقافة وفرقة ردة صح؟ لغاية المكان نفسه وباية حاجة بتقول المدارس يعني انا مرة كان عندي مسابقة اه كانت في روسيا اطفال اطفال اه هيرقصوا وما عاد المسابقة 8 صبح فانا ابو عزب بنوه انتوا معندوكوش مدارس هنا قالولي لا في مدارس طبعا بس المجموعة دي لما هينجحوا في الكمبيتشن اللي انت هتحكم فيه الدرجات هتتضفلوهم في المدرسة يعني انا بقعد والله يبقى بعضها تخيل كده تخيل او المدارس عندنا يبقى فيها حد باقي مرن الولاد والبنات على البالي للموهوبين وحد يمرن على الفنون الشعبية ومدرسة رضا وخطوات فريدة فهمي زي ما كنتم بتقولولي وحد بيمرن على طبعا كان زمان في حاجة اسمها بيانو في المدرسة دلوقتي شبه امر شبه منقرض يعني نحس انها مشاهد قديمة انا بقعد اتصور الاجيال اللي تبقى خارجة دي عاملة ازاي صفاء ذهنهم نققهم رقيهم طريق التعاملهم حاجة تانية خالص مش عارف احنا مين اللي طلع في دماغنا ان المدرسة عبارة انهم يخشوا ياخدوا حساب وعلوم ومواد اكتبعية وانجليزية ونخرج المدرسة دي حاجة المفورد تبقى شيء عظيم جدا واكتشف منه مواهب كتير جدا مش عارف انا مواهب رياضية كمان مش بس فنية ورياضة ورشورة وفنون وموسيقى وصقافة وادب كل حاجة المدرسة اسمها كده المدرسة ماسمهاش يلا بينا نعلمكو شوية مواده وبس اسمها المدرسة تدرس امور كتير جدا كل حاجة